بداية الاموركة عندنا كان صفحة كاما يا حمد? ها? ايه شباب? ميادة? بداية الاموركة كاما? ايه صفحة فورت سري. فورت سري. تمام يا ملك. تمام يا ملك. حلت يا ملك? ايه صفحة حلت. طب جميل جدا. يلا نشوف مع بعض الكسرصاز اللي عندي على مجموعة الكلمات اللي احنا اخذناها الحصة اللي فاتت و جزئية الجرامر. في بيج فورت سري. جزئية الاولى لما قولت choose a correct answer from a, b, c or d. number one. يلا يا لارا. بقول صنبيبول نطس تو رايز بودنگ. اد. اد. يبقى هستغدم الفعل اد. صنبيبول اد. وانا اد يجيلي بعدها تو او اد. اد. number two. محمد السلام. أليس هذا الطيب ما هذا؟ أدوينجاد المبارسي من أبيرستن هو دازن تهف افادر أو مادر سكولد سمية مألك أرافا أم أرفا أم أرفا شخص ييتيم نمبر فور ألعى هاقر إمن دورت إزاان أنمال ذاتا لائك شيب اغوت اغوت Number five Farmers get from goats Meat Number six A mountain Number seven Egypt is a big in Africa Country Egypt country Number eight English people live in Egypt In England In England Number nine What happened at the of the film At the end of We always have A with our teacher about studying English Conversation We have a conversation يعني محادثة أو حوار النقطة اللي بعد كده Number eleven يلا يا ميادة ايه من دولة is a place with lots of houses shops and people City ده تعرف كلمة city مدينة كبيرة Number twelve ملك ايه من دولة is a top room in a house a tick a tick يلا an a tick اللي هي الصندرة أو الحجرة اللي موجودة على المنزل هروح بعد كده لنمبر سيرتين بقول سلمة is a video call now a video call now هستخدم ايه هنا يا ميادة making is making وانا مع video call بستخدم الفعل make يبقى she is making a video call بتجري مكالمة video number 14 lara to fly to keep town takes and take وبيجيلي بعدها to زائد مصدر يبقى يعني يستغرط من الوقت ونخلي بقى انه مديني talks عشان اللي اغبط فيه اللي هي اللي هي اللي جابة بي number 15 يلا يا هاجر now you can communicate with وز قلناها حرف الجر اللي بيجيلي بعد communicate with يتصل بي أو يتواصل مع number 16 يا lara what's your feeling when you are away from away from لما بتبعد عن هرب بعد كده تطبيق على جزئية المضارع البسيط واول موجود عندي على الجزئ ده بيج 48 في 48 في كم جملة كده محلولين هناخدهم نشرحهم الاول وبعد كده نبدأ نطبق على جزئية اللي هم ونرك في number 1 بقول سالمة always hereby on friday طرح ما انا عندي هنا هو always او sometimes او often او never لأحد الكلمات ده على الزمن المضارع البسيط يبقى انا محتاج لمصدر او مصدر بس قلنا هستخدم الفعل اللي نهاية اس اللي والمصدر اللي نهاية اس في حال ازا كان الفعل اللي عندي مفرد زي سالمة يبقى اقول سالمة always arrives في number two بقول my father طب ما هو my father ده معناها هي يعني فعل مفرد جميل بس ده بيقول لي هنا نقط وبعدين work يبقى ازا انا محتاج للفعل اللي بين فيلي جملة المضارع البسيط اللي هو ya don't ya doesn't طيب انا عندي father مفرد يبقى my father doesn't work doesn't work number three lions معناها they وقلنا مع الجامع باستخدم المصدر بس بقوله lions eat number four he late he late عندي صفة او ظرف يبقى انا محتاج استخدم اموز وار طيب بالنسبة لي verb to be اللي هو اموز وار وموقفه من الكلمات الدل عالتكرار قلنا ظروف التكرار كلها زي always او sometimes او usually او never ده كلها تأتي قبل اي فعل في الدنيا مع ده ام واز وار بس تخدمهم بعدها يبقى الصحة عندي هنا في ترتيب الجملة he is never late he is never late ده بالنسبة للجمل اللي موجود قدام هروح بعد كده لك فال فايز اول نقطة عندي بقول زبس زبس stops اه ده مديني هنا s هي يعني انا ما عنديش حاجة نقصة لا عندي ياسر ياسر احنا عائلين it يبقى بعدها مصدر لو انا عندي doesn't كلام جميل بس ده انا هنا هو مستخدم stops بال s every day and i معناها وي يبقى انا عايز بعدها فعلي في المصدر طيب بس لو ميديني زرف تكرار اللي هو يبقى هقول هادي عند اي يجلي جت يجلي جت ده الترتيب الصحي له where does your friend where does your friend يبقى انا هقول live مصدر دايما كلمة بتوعامل معاملة المفرد هنا يبقى انا هقول the sun gives سير نعم ممكن تشرح number seven تاني لان انا كنت عملاها يجلي جت طيب ما هي يجلي جت جت بال اس اول واحد مش بال اس مش بال اس طبعا طيب نقول تاني جملاد يا هاجر لو انا عندي هاجر بس او هادي بس هادي بس او هاجر بس هقول يجلي جت لان مع اي اسم مفرد او هي او شي او ات هزود اس ولكن ده بيقول هادي اند اي هادي اند اي معناهم الاتنين كده هي ولا شي ولا وي وي وطالما وي بانا عايز الفعل في المصدر المصدر اللي عندي اسمه جت يبقى اسمها هادي اند اي يجلي جت تمام امتى كدت هاول لو انا عندي هادي بس شي ات انما لو اي حتى لوحدها الاي هاقول هادي عند اي مصدر طالما استخدمت دو او دص في الجملة يبقى بعدها الفعل في المصدر اللي هو زا صن قلن اسمها زا صن جيف زا او ابيليون بيبول بيبول جامعة يبقى انا هقول له هنا speak مصدر she always المفرد الغائب اللي هي goes i don't i don't get up مصدر بعد do او does او don't او doesn't بعد كده مديني page 50 number 13 she her hands say the time the day يبقى انا بقوله she washes which is party youssef like youssef يعني he يبقى انا بسأل عن youssef بضز we all we all يبقى هقوله love my uncle يعني he يبقى my uncle build this my uncle build this بالنسبة لcorrect جملة القولة عندي they do usually tired الصح هنا الفعل اللي بيجي قبل usually or sometimes يمز اسمه am or is or are حاجة تانية ده انا عندي كلمة tired صفة يعني يجي لقبلها يا am is are يبقى اذا الصح مع they ان انا هقول they are you dally tired they are ده number one number two where does he طالما عندي does يبقى وقول where ك بس هش لل s i blaze بقى اسمها i blaze هش لل s selma blaze always هقول لا ترتيب الجملة غلط المفروض ان انا بقول always blaze always blaze هعكس she don't هقول لا غلط الصح she doesn't maher always do الصح ان انا مع maher بقول does maher always does volanter work they write بس من غير الاس do you هقول yes i do do you yes i do hey you jale play مع he قلت بضيف له s يبقى play is where do your father your father معناها he يبقى باسأل عنه بض where does your father where يا سبت بله ما قلت is لان is عايز i nj بعدها وانا عندي هنا مصدر يبقى المصدر هنا اللي هو does where does your father work هروح للاكسرصايز العام اللي على الدرس مع بعضه اللي هو page fifty one بالنسبة الجزئية الاولى عندي اللي هي عبارة عن الديالوج قلت لازم اقرى المقدمة اللي عندي عشان افهم الحوار بيدور على ايه لما اقول حبيبة is asking nada about her family حبيبة بتسأل نادة عن اسرتها وبعد كده بتقول لها where do you live حبيبة where do you live حبيبة هنا طالما مفيش حاجة معينة تلزمك باجابة محددة قل لأي مكان اي مكان يقول لك where do you live هتقول لي i live in طنط واحد هيقول له i live in alix واحد هيقول له i live in kavrish واحد هيقول له i live in a house i live in a flat مفيش مشكلة بعيش في بيت بعيش في شقة بعيش في طنط بعيش في القاهرة اجاوبلي على where بأي مكان يبقى i live in واي مكان have you got any brothers or sister هنا ما قدرش اقول له ليس ولا نقل لما كمل الجملة ده بيقول لي اس قل ده علي اس م علي يبقى لازم اقول له هنا هو yes i have got one brother yes i have got one brother ايوه انا عندي اخ واحد بعد كده هقول what is he called or what's his name what is he called or what's his name he called is called i like swimming what do you like what do you like doing what's your favorite hobby what do you like what do you like doing what's your favorite hobby i like swimming are you good at swimming هل انت شاطر في السباحة هقول yes i am are you yes i am are you yes i am ده بالنسبة للمحادسة هروح بعد كده لشكل جديد من الاسئلة وهو سؤال reading القطعة نوعية القطعة بالنسبة لنا مختلفة زي ما اتفقنا في اعدادي عن شغل النابتداي يعني عايز حد يقرأ ويفهم ويبدأ يشوف نوعية الاسئلة وكيفية التعامل معها اول سؤال عندي بيقول لي give a suitable title for the passage السؤال ده هنتظره على طول في القطع بيجي لي بنفس الطريقة كده او بيجي يقول لي اديني المين اي دي بتاعة القطع الفكرة الرئيسية اللي تكلم عنها القطع او give a suitable title يعني الكلام ده يسير suitable title معناها اديني عنوان مناسب للقطع سم القطع ده هي اسم اديني عنوان مناسب للقطع عنوان المناسب للقطع ده اقدر استخرجه من اول جملة اللي احنا بنسمها الجملة الاساسية او الجملة الافتتاحية في القطع العنوان اللي هكتبه اقدر اخذه من اول جملة اساسية او من خلال فهمي للقطع كلها اخترع عنوان اخترع عنوان طيب، نبي قولي سامر is an orphan girl. She went to live with her uncle عدنان who was a shepherd in the western desert. He lived in a small house and he had a lot of goats and camels. سامر slept in a bed made from animal skin and drank goat's milk. She ate bread and cheese. She made friends with a female camel which she called Filfil. سامر loved her and they went on long walks in the desert. سامر had a lot of adventures in the desert. She loved her life of the life of desert and mountains. سامر's. القطعة دي بتتكلم عن مين؟ هل بتتكلم عن الحياة في الديزر؟ ولا بتتكلم عن حياة الرجل اللي اسمه عدنان؟ ولا بتتكلم عن حياة بنت اسمها سامر؟ سامر. ببصرف اس الملكية. سامر زي لايف دي عنوان. سامر أندي هير أنكل. سامر وعمها دي عنوان تاني. سامر زيادفينجرز مغامرات سامر. ماشي. تمام? مفيش مشكلة. يعني اي عنوان اي عنوان مقبولة بيتحسب صح. اي عنوان اي فكرة مقبولة بتتحسب صح. ما اجيش بقى تقول لك مثلا ايه? اه بتكلم عن حياة الصحرة لا انا بتكلمش عن حياة الصحرة. انا بتكلم عن البنت اللي اسمها صامر وحياتها. صامر وعمها. صامر وصدقتها اللي هي في الفلا. اه صامر ومغامراتها. اه. لازم تديني كلمة صامر في عنوان اللي احنا عايزين. من اللي عايز يسأل. لا انا كنت بس هقول هو ينفع العنوان يكون زا ارفان جرل. زا ارفان جرل. يبقى هتقوليلي. صامر هو از انا ارفان جرل. او زا ستوري اوف صامر وما بين قصين زا ارفان جرل. قصة صامر البنت اليتيم. ماشي. المهمة دخليلي صامر فيها يا هاجر. ماشي. تمام يا سي. تمام. وزي ما قلت كل العنوان مقبولة. بس يبقى عنوان مناسب. مش تجي تقولي هنا انا كنت بتكلم عن السينما مثلا وتقول السرقل لاي عنوان. لا. شوف حاجة قريبة من الموضوع بتاعك. ودايما نخدها من اول جملة. يبقى قوله صامر ازا انا ارفان ماشي. اللي هي الجزء ده. ده عنوان او اهو. دي يتكده عنوان القطعة بتاع. ايه. سامر ازا نورفنجر. مسلا. سامر زلايف. حياة سامر. ماشي. نمبر تو. ودد عدنان هاف. الراجل اسمه عدنان ده كان عنده ايه? اقول له. هي هاد. كان عنده. ها. جوتس اند. كاملز. جوتس اند كاملز. جوتس اند كاملز. الراجل دوت عنده ماعز وجمال. اهي. اهي هاد. اه لطف جوتس اند كاملز. نمبر سري. وات دو يتنك. وات دو يو تنك. وات دو يو تنك. اف لايف اند دي زرت. يعني السؤال ده برضو هلا ايه متكرر عندنا كتير في القطع. بيجي لي كده ويقول لي ما رأيك فيه. ما رأيك فيه. هو بيسألني عن رأي في ايه? بيسألني عن رأي في حياة السحرة. او حياة الجبل زي ما هي موجودة في القطع. هو طبعا هنا مش عايز رأيي انا. هو عايز رأيي. اللي هو عرضه لي في القطعة. استنتجه واكتبه. اقول تاني. مش بيسألني عن رأيي الشخصي. هو السؤال بيقول ما رأيك فيه. بس هو ما بيسألش عن رأيي انا. بيسألني عن الرأي اللي انا فهمته من خلال القطعة. هو انا فهمت من القطعة ان حياة السحرة ده هي. جميلة ولا وحشة? جميل. جميل. عرفت منين? لما قال ان البنت سمر. هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا is good. is fantastic. is great. تمام? what do you think? i think life in the desert is good. ايه الدليلك على كده? البنت عجبها الحياة تحب الحياة في الديزرد خلاص? تمام? يبقى هو عايز الرأي اللي هو عرضه في القطع من خلال فهمك لا. بعد كده بيديني تاني الجمه الاختياري على القطع. دور دو ارفن. كلمة ارفن اللي تحتها خط. مين زي بتاعني? بتاعني اني هاز نو فاذر ار ماذر. نمبر فايف. في الفيلة از اه. يا في الفيلة كانت في الحد بتاعتنا. اسمها ايه هنا? كامل. كامل. نمبر سيكس. دي انضالله اندبروناون ذي. كلمة زي اللي تحتها خط. زي اللي تحتها خط. اللي كان بيقول لي زي. اووك. بيطلعوا يتمشوا سوا. بتشلي مين? اقول له سامر. اند. الفيلة. الفيلة. اللي جابة سي. ده بالنسبة للقطع. بروح بعد كده لجزئية الاختياري. نمبر ون بقول له ان صنده ونقاط سويمين. يبقى اسمها وي. جو. 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 ويتش هو بي علي. لايك. علي. يبقى انا بقول له اسمها. ها? ها? داز. ما علي باسأل بي داز. هي نقاط كليفر. اند هيلبيفول. هي نقاط كليفر. اند هيلبيفول. مديني از اولويز. والويز از. ونيفر از. وصمتايمز از. هلا. ده زارفو از. وزارفو از. زارفو از. يبقى كلهم غلط. يبقى انا ما عنديش غير از اولويز. وهي اللي صح. از اولويز. هيدي از انا. هيدي از انا. ما عندهاش بابا ولا ماما. يبقى باسمها اورفن. نادا دازنت. قلنا بعد دونتو دازنت مصدر. المصدر اللي عندي اسمه. ميك. ميك. تحصل. يعني هو ميك فيها. تحصل عليهم من في دول. من شب. بزا جدا. بزا جدا. حياة في الصحراء. حياة في الصحراء. بزا جدا. خضر. حياة الصحراء. حياة في الصحراء. بزا جدا لها البشر. أز ايها. حياة. حياة فيهم تانيا. الطانية. التانية الإيه لزقة في الدابريو. قوي هي. بينا احتفظ بالحاجات القديمة. لما يبقى عندنا حاجة قديمة كده ماما تقول لنا ارموها في السطح. ارموها في القوضة اللي فيه السطوح. اسمها ايه بقى؟ اتك. هي جوز توزا ايه توكاتش هز بلين. الطيارة دي نركبها من ايه؟ من ايربورت. من ايربورت. ده بالنسبة للانضلعين. ارمو بعد كده لجوزئية كوريكت. بقول هي لف. لا الصح ان انا بقول. لفز. هي لفز. ووتر بويلينج. لا اسمها ووتر. بويلز. بويلز. هنزود لها اسرس. هي دونت. هقول اسمها هي. دازنت. 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 اون فرايديز ويدونت. دو. ويدونت جو. وبعد كده انا عايزني اتكلم عن فلانتر ويرك. وانما موجود عند البراجرافز في نهاية الكتاب. هنبص في كويس ونقراه مرة واثنين وثلاثة. واحاول اكتب زيه. اخر درس عندي بالنسبة ليه اليونت الاول. اخر درس في اليونت الاول. اللي هي حتة 5 و 6. مديني مجموعة كلمات جديدة زي athlete. اللي هو لاعب رياضي. او بنسميها عداء. athlete. جيمنيست لاعب جمباز. جيمنيست. وعند جيمنيستكس اللي هي رياضة الجمباز نفسها. ملحوظات مهمة على الدرس ده. كلمة جيمنيست اللي هو اللاعب او اللاعبة نفسها اللي فتلعى الجمباز. اما جيمنيستكس قلنا دي رياضة الجمباز. وما بيجيش قبلها بلاي. بيجي قبلها الفعل دو. اسمها دو جيمنيستكس. دو جيمنيستكس. او ضز جيمنيستكس. داياجرام اللي هو اسمي توضيحي او مخطط. اللي هي الاولمبياد. رياضيات اللي هو الماس. بمعنى يحقق او ينجز. بيجي لي بعدها كلمة جول مثلا يعني هدفه. بارتنار معناها شريك او زميل. زميلي في الدسك اسمه بارتنار بالنسبة لي. دراسات. كفعل بمعنى يوازن بيعمل توازن ما بين دراسته ولعبه وشاءوته وخرجه مع اصحابه. يبقى بعمل الحياة. يتضرب بتسوي اكسرسايز. حياة مليئة بالعمل. الفيزيكس الفيزياء. اثليتيكس العاب القوة. عايز يقولي من خلال الكلمات ده هي. كلمات زي جيمنيستيكس اللي اخرها اس. وكلمة زي ماتيماتيكس اللي اخرها اس. وكلمة زي فيزيكس اللي اخرها اس. وكلمة زي اثليتيكس اللي اخرها اس. تعامل معاملة المفردة. يعني يجي لي بعدها از مش ار. بقوله جيمنيستيكس إز فيزيكس إز ماتماتيكس إز بالنسبة لي أول إكسرسيز عندي بقول مين في دولة إزا بيرسن هو ضاز جيمنيستيكس ضاز جيمنيستيكس بيلعب جمباز يبقى اسمه جيمنيست جيمنيست لاعبة الجمباز يو شود ورك هارد تو يور جولز اسمه تواتشيف يور جولز عشان تحقق أهدافك try to ask you about his question or this question يبقى اسأل زميلك اسأل زميلك جارك يعني لجنبك partner famous sportsman الرياضيين المشهورين have a life اسمه have a busy life have a busy life حياتهم مليئة بالعمل topic كلمة topic معناها جملة الموضوع في البراغراف زي الجملة الأولى في البراغراف أو في القطعة دي بسميها topic sentence يعني topic sentence جملة الموضوع الجملة الرئيسية في الحدود idea فكرة related معناها مرتبط بي أو متصل بي best أفضل present هدية أو يعرض أو يقدم answer يجاوب أو إجابة writing tip معناها نصيحة أو ملحوظة في الكتابة family tree شجرة العائلة فعل stay يقيم ولماذي stay description هنا بمعنى وصفة جاء من الفعل describe يوصف dream اسم وفعل اسم بمعنى حلم وفعل بمعنى يحلم club نادي lose والماضي منها lost أما بالنسبة ل busy إن عكسها free healthy وعكسها unhealthy strong وعكسها weak ضعيف difficult صعب وعكسها easy سهل خلي بالي من weak عشان سعاد يدهالي WEEK اللي هي اسبوع وانا عايزها بمعنى ضعيف يبقى اسمها WEEK ده بالنسبة للكلمة وعكسها بالنسبة التعريفات المهمة عندي في الدرس الأخير مديني كلمة gymnastics قلنا اللي هي رياضة جنباز بقول sport which has a lot of different skills such as jumping هي رياضة أو لعبة فيها مهارات كتيرة زي القفز gymnast اللي هو اللاعب اللي بيلعب الجنباز اللي بيرسون who does gymnastics يقوم بلعب أو بيمارس الجنباز busy بيقضي موظم وقته في العمل ده بسميه شخص busy مشغول train قطار وأيضا فعل بمعنى يتضرب يبقى بتسوي كلمة practice أو exercise practice as sport بيمارس أو بيتضرب على لعبة النوتس اللي ما أخذها هنا في آخر درس بديني كلمة busy واستخدامها قلنا busy بمعنى مزدحم مزدحم أو مشغول نقطة تانية معناها هنا طبعا ولذلك بيجي اللي بعدها جملة نتيجة عكس because بديني جيمنيست وجيمنيست اللاعب نفسه اللي هو لاعب الجنباز أما جيمنيست اللي هي رياضة أو لعبة الجنباز والفعل بعدها مفرد فأقوله جيمنيست is ما تنسيش الفعل واستخدامه في الجملة يجي بعده مفعول ثم مصدر أو مفعول صفة مفعول مصدر أو مفعول صفة زي ايه بقول زا تيتشار ميد أمل دو التيتشار خلى أمل جعل أو يجبر خلى أمل تعمل الواجب بتاعها يجي اللي في الامتحان يقول زا تيتشار ميد أمل تدو ولا دوينج ولا دو ولا دو لا دو بس ليه لإن عندي ميد بيجي بعدها مفعول ثم المصدر وأدر أقول أيضا بعد ميد أو ميك بيجي لي مفعول ثم صفة فأدر أقول بلينج فوتبول لعب كورت القدم ميكس ميهبي بتخليني سعيد تجعلني سعيدا الملحوظة اللي قناها زي فيزيكس أثليتكس ماتيماتيكس جيمنيستيكس ده كله بعمله بتسوي إت نكتب جنبها كده ده كل الكلمات دي بتسوي إت يعني مفرد يبقى أقوله جيمنيستيكس ميكس جيمنيستيكس إز أما الفرم باللست ومن وإن لست قائمة قائمة زي قائمة الأسماء اللي عندك قائمة المشتروات قائمة الأسعار ولكن من هي القائمة التي تقدم لك في مطعم فأقول هنا إداني المينيو عشان أختار الأكل اللي أنا هختار أو أكل بيسمها مينيو أما الليست أي قائمة تانية بنسميها list القطع المهم عندي هنا بعد طبعا حروف الجر find it difficult about find about move تو ينتقل لي أو يعز لي answer تو إجابة على study هارد يدرس بجد ترين فور بيتضرب لمدة زمنية description of وصف stay strong يبقى قويا in the evening في المساء in Africa في أفريقيا إن قبل القرات أو البلاد طب جيمنيست معناها أفضل أو أحسن لاعب سواء بقت هقول له في مصر أو في أفريقيا أو في العالم طب جيمنيست قطعة المهمة عندي هنا في جزئة reading اللي بتكلم عن بطلة مصرية مشهورة بالنسبة لنا اسمها حبيبة مرزون قصة حقيقية أو حقيقية بيجي لي في الامتحان يقول لي listen and choose اسمع واختار سؤال listening الاولاني بيبقى واخت حتة جملتين كده تلاتة عن حبيبة بيسمع هملي ويقول لي اختار طب ما انا ممكن اعرف حقائق عن حبيبة وحل listening الواحد ده واحد بيقول لي write a paragraph about اثيمة جيمنيست اكتب لي باراغراف عن لاعب او لاعب الجنباز مشهورة هكتب عن حبيبة تمام تعالوا نشوفوا الجمل اللي عندي الخاصة بحبيبة حبيبة مرزون achieves هير دريم يبقى بعرف انه قبل كلمة دريم بستخدم الفعل achieve او بمعنى بتحقق احلمها بيبقى مرزون is a gymnast يبقى البنت دي تشتغل ايه جيمنيست لاعب هات جنباز she's 18 and lives in كايرو هي عندها 18 سنة بتعيش في القاهرة with her family مع عصرتها حبيبة has a very busy life حياتها مزدحمة بالأعمال مشغولة she goes to school and she studies hard بتروح مدرسة وبتدرس بجد in the evening في المساء she trains بتتدرب for five or six hours لمدة خمس أو ستة ساعات كنا قبل الساعات أو قبل لمدة الزمنية بس تغذم فور تغذم هي أفضل لاعب جمباز في أفريقيا and and wants to go to the olympics عايزة تروح ال olympiad حبيبا 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 سفاميلي always helps here أسرة حبيبا دايما بيساعدوها she eats healthy food بتاكل طعام صحي ليه so that she can stay strong عشان تكون قوي تفضل قوي gymnastics is gymnastics is a difficult sport لعبة تجو مبصد لعبة صعبة but it makes here happy ولكن اللعبة داي بتخلي حبيبا happy سعيدة دا بالنسبة للقطعة اللي عند ممكن تجي لقطعة ممكن تجي ممكن تجي ممكن اخد جملة واتنين وثلاثة واربعة وخمسة من دول في الاختيار او يعني جزء مهم او مهم بعد كده ما فيش حاجة مهمة عندي بالنسبة لل كلها جملة متكررة هروح بيت 58 58 ها معايا في الهوموورك بعد محفظ الكلمات معايا في الهوموورك تمام هروح بعد كده ل بيت طبعا مديني في حاجات خاصة بكتابة البنكتويشن اللي ها نسميها التبس اللي عندك عشان لما اكتب جملة اكتبها مزبوط سواء في الباراغراف او في بنكتويشن ما عنديش بنكتويشن خاص في الامتحان ولكن طبعا هستفيد من هنا في جزئية الرايتنج الكتابة هروح لاخر جزئية عندي اللي هو الاكسرصايز اللي على اللي سن فايب و سيكس اكسرصايز فايب و سيكس معايا اللي هي سيكس تو و سيكس تسري بعدها بلاقي ملخص لليونت احنا خدنا ايه خلال اليونت دي اهم كلمات اليونت ملخص لاهم الجرامر اللي كان في اليونت وايضا السؤال والاجابة اللي موجودة عندي بعد كده هروح الاقي عندي التست اختبار على الوحدة بما ان ده كان اخر درس في اليونت هلاقي بعده اختبار حتى اللاحزة هوت اول سؤال عندي الليسنين جاي عن ميني حلوين الليسنين جاي عن مين عن حبيبة اهو اللي احنا لسه ارينا وقلنا مهمة اهي تمام القطعة كمان اهي فيها حبيبة تمام يعني الحاجة اللي بنونا على مهمة نخلي بنا منها ونسمع الكلام كويس كده و احنا لسه في البدايات تمام يا شباب يباحنا اخينا الامتحان اللي هو اخره ان شاء الله بيج اه سيفنتي ده نهاية الامتحان بعد الامتحان بدينا حتة اكسرسايز خاصة بطلبة الازهر اللي هي بيج اه سيفنتي وان هحل منها خمس جمل اختياري ده هم تباس والخمس جمل دول للمتفوقين هنحلهم مع بعض كده كده الحصة اللي جاء ان شاء الله احنا كمان هنا